طرحت على النادي ما أبغى أقوله يعني طرحت على أبو خالد قال أبو خالد أنا أناقش فيه أعضاه الشرف وأشوف يعني كم كان المبلغ؟ ما ودي أني أقوله يعني لأنه ما يهم الجمهور يعني الجمهور دائما يعني يتمنى لللاعب أنها يرتاح نفسيا عشان هو يقدر يخدم منه لا لكن الناس تريد تعرف أنه إبراهيم ماطل كم كان يبغى الإدارة كيف تعاملت مع هذا الأمر يعني كيف تعاملت مع النادي؟ الإدارة كيف تعاملت مع طلبك يعني والله شوف أنا طرحت على أبو خالد وقلت له مبلغ معين أبو خالد فوق المليون ولا أقل؟ يعني أنا ما ودي أتكلم بالموضوع هذا لكن خلنا نقول فوق المليون طيب أبو خالد ما عارض ولا رفض قال لي أنا بعرض إلى أعضاه الشرف وبندرسه وإن شاء الله يعني رغمني أنا أشوفه طبعا كلام أبو خالد الله يرحمه يقول أنا أشوف أنه ما في لاعب سعود يستحق المليون طيب جاني عرض أكثر من المليون خلينا على الأقل يعني بح بح شوي وصلني شوي يعني فوق لكن الله يرحمه طبعا ما كان ما كان فيها تجاوب من أعضاه الشرف ما كان فيها طبعا يد واحدة ما تصفق ديك الأيام أبو خالد كان تقريبا شبه أنها الحالة يشتغل في النادي ترجمة نانسي قنقر